نعمل هنا نكتب session هنا frequency نضع البيانات session number 1 number 2 3 4 5 6 7 frequency نحط البيانات نحط البيانات اليوم كان 12 14 10 10 15 18 16 20 20 25 إلى 3 نحط البيانات التي جمعناها اليوم الآن نعمل تحديد هذه البيانات نروح على كلمة insert نضع هذا الشارت اسمه scatter اسمه scatter نروح على رقم 4 اسمه scatter with straight lines and marker نختاره يطلع به الشكل هذا نغير chart title نكتب اسمه طردنا hitting اي الضرب نعمل format كما للغراف نجده نسحهم الخطوط الأفقية أيضا نسحهم الآن نعمل chart design نضغط على chart وعلى chart element access titles primary horizontal أي المحور الأفقي نحط اسم المحور الأفقي station وكما مرة add element access title primary vertical أي العمودي نضغط هنا كلمة frequency نكون هيك عملنا chart كامل graph ممكن نعمل formatting المحور الأفقي format access نغير هنا units major نضع رقم 1 حتى نصير رقم الجلسة كله موجود الآن هذا graph أصبح جاهز كامل ممكن نعمله save ونبعث للsupervisors أو نتواصل مع الأهل ونعطيهم فكرة على التطور اللي صاير في السلوك شكرا موسيقى